وهذا الشي اللي اعتر الله من مكونات اقتصادية بسيطة غد نحضره حلوة راقية في الشكل وكذلك اللدة فأخوتي هاد الحلوة يومية لكن غد نرجعها حلوة العيد لأنه معروف من حلويات العيد كيكون فيهم هكا شوية الزواق شوية الأناقة شوية الشياكة فهذا الشي اللي اعتمتوا في هاد الحلوة هي عريقة ومغربية مئة في المئة وليها جمهور كبير فجيل تمانينات كي يعرفها وهاد الحلوة عمرها الدموضة لأنه شوفوا شحل من يعني راها وشنون نقول لكم مدة طويلة وهي حاضرة نادرة في بيوتنا وفي أعيادنا فالمكونات ديالها اقتصادية وطلبتوا مني بزاف الحلوة الاقتصادية وانا نواعدكم أنني غادي حلويات العيد نحضرهم معكم بالمقادير الاقتصادية والشياكة ديما حاضرة والبنة ما نتكلموش عليها هديك فهنا نضيف ثلاثة البيضات زائد صفر بيضة رشة ملح ونضيف زاست دو سيترون ماذا بكم تكون ديك الحمضة شوية كبيرة هنا الكووس عندي كيوزنه 150 جرام فدرت كأس ونصف سكر ساندة ونخلط ديك المكونات مزيان مزيان بالأيدي ولا بالضرب اليدويها كحتين ساجم دك السكر مع البيض ويدوب فيه فحاولوا تعطيوا المراحل حقها فهنا يدرت زوج الكووس نتع الزيت النباتية كل كأس كيوزن 150 جرام يعني المجموعة نتع الزيت النباتية هو 300 جرام هذا جوز الهند فأنا سوف ندير النوعية الممتازة أكيد درت كأس ممكن تعويضه بالقوكاو أو لا ممكن تعويضه بالسيمسيم المهم يكونوا مجليين بحل القوكاو حاولوا تهرمشو هرقيق بحل السيمسيم تقدروا تهرمشوه تقدروا تديروا النص مهرمش نصحوبه درت معي الكأس اللي ما نقدرش نستغنع لها أنا في الحلوة البلدية كتعطيني واحد اللوين زوي ون وكذلك واحد الهاشاشة اللي زوينا هنا يا درت زوج أكياس نتاع خمارك الحلويات كل كيس يوزن 8 جرام يعني في المجموع 16 جرام وبكل أمانة أنا في فصل الشتاء كنزيد واحد نصف كيس آخر لكن في الفصل الأخرى كندير غزوج للأكياس يعني المهم للمجموع كين 16 جرام ونزيدوا معاها 4 جرام يعني 20 جرام في المجموع هنا يا أخواتي غادي نحاول إضافات الدقيق شوية بشوية حاولوا دي ما العجيدان تعال دوازتاي ولا تعال الحلوة البلدية ما كتندلكش نهائيا كتجمع بأطرف الأصابع فقط والعجينة يكون القوام ديالها ماشي قاسح لأنه إلا قسحتها غادي تدير لكم شي تفليحاتها كما شي حتلتمة وتجيكم كذلك مدقصة لكن أنا غادي نخليها قرية وما ننساوش أننا نضفنا لها ذاك الكأس متاع جوز الهند النوعية الممتازة فجوز الهند كيتشرب شوية هنا يا أخواتي عندي واحدة لحفنة هكا محترمة انتاع القاو قاو أنا غادي نحاول تستعملوا به بالقشر دياله فإلا كان به بالقشر دياله كانت جراقية أحسن من أنه تكون بدون قشر لكن إلا ما متوفرش عندكم فممكن تستعملوا بأي حاجة كانت عندكم هنا يا غادي تهرمشوه شوية غليط فأنا غادي نزيد ليهغيها كواحة ضربة باش نهرمشوه هكا ويكونوا دوك الحبيبات دياله متقدين هانتوما بنات هاد القاو قاو أكيد راه محمر شوية يعني ماشي خضر وهنايا بغيت نقول لكم ذاك بايض البيضة دايما من تبلو تفندو فيها الحلوان تعكم لازم تضربوها بشكل اللي هو هكا مزيان مزيان باش دوك الخويتات ودوك سلوكة ما يبقوش فيها هنا يا العجينة أكيد من اللي تعجنوها غادي تغطيوها بواحد الكيس إلا كنتو تقال في الخدمة لكن إلا كنتو خفاف في الخدمة ماشي مشكل هنا ياردي ندير تقريبا حجم كل كورة تقريبا 20-22 جرام فبغيت نوري لكم أنكم اللي تكوروا البنات حاولوا أنكم تكوروها وتقببوها هاكا شوية باش تجيكم سهلة أنكم تهزوها بحال كان هزها أنا هانتوما شوفوا يعني بزاف اللي كان شوفهم كيكوروها وكيبسطوها ويرميوها في بايض البيض ويبقوا ويجوا يشدوها وهي طارب لهم فما كان علاش هاش شوفوا انتوما هاني كان نقبضها من هنا ونديها لهيه ونحطها ودايمن ديك العملية ديروها لسقوا داك القوقاو على وجه الحلوة دايمن ضغطوا ديها شوية باش يلسق ومايتحيتش وخا طيب وخا اطيح لكم هكا وخا نهائيا ما كيتحيتش داك القوقاو فبنات كيف ما قد لكم القوقاو ضروري تحمروه شوية هاد شي اللي كان وتحمروه قبل ما تبديو في الوصفة لان هاد الوصفة مخسكمش تعطلو عليها من اللي تعجنوها تبديو فيها مباشرة تكورو لانا يلا خليتوها واحد المدة مثلا تعربو ساعة ولان ساعة غادي تجيو تلقوها تلقات لكم الزيت يعني حمرو القوقاو هرمشوه هاسيدي ومن بعدها دوزو عجنو وبديو تكورو هاد شي اللي كان غادي نمشي على هالطريقة حتا نسالي الكميه اللي عندي اكيد الفرن راييس خندبة لان نخصها الفران يكون سخون وغادي ندير لها ديك التقب في الواسط غيب الاصبوع ديالي الى لاحظوا مثلا انه تصبع ديالكم كيلتاسق مره مره فحاولوا انكم تدخلوها هكا في الدقيق وترجو تتقبهو غيب صباحكم مره غادي يجيكم داك شي ناضي وحاولوا انكم توسعوا ديك الحفيره باش هكا تهزلكم واحد الكمية محترمة تعال المربه فهنايا المربه انا درت مربه المشميش درتو في ديك القريعة باش يسهل عليها انني نخويه والخدمات تكون نقية فبالنسبة الاخوات اللي يخدموا لكم ندخسكم دي ما تفكروا في الطرق اللي يسهلوا عليكم الخدمة وما ياخدوش لكم الوقت هنا يا مبعد ما طيبتها هدا هو الشكل ديالها بغيتوا تخليوها هكا ممكن جدا داك شي علاش قلتلكم هي حلوة يومية يعني بهات الشكل رها حلوة يومية لكن احنا غادي نحولوها لحلوة العيد فانا بكل امانة يعني من اللي نصايب هاد الحلوة ضروري انني ندير عليها خوطات شوكولة لانا كنحس انه قلش تراسي وطلت فراسي المنظر انتح رائع يا بنات كنت قلتلكم في الفيديوهات السابقة انه الحلوة يلا بغيتوا تدير عليها خوطات شوكولة ارقاق باش تجيكم انيقة حاولوا تدوبوها تزيدو معها الزيت وحاولوا تصفيوها قبل ما تعمروها في ذاك الكيس بلاستيكي ولا فلابوش أدوي المهم دي ما هادي ديروها وهنايا مبعد ما دوبت شوكولة كحلا ودرت خوطات حاولت انني ندير كذلك خوطات في نفس الاتجاه بالشوكولة البيضاء فحاولت ديك الحبة اللولة نجرب فيها ندير عكس الاتجاه لكن انا تعجبني هكا كلهم يمشيوا في نفس الاتجاه ودك الورق نتع الزبدارة كنتشوفوا مسكينراها ولكن كنت صايبت معاكم بزاف الحلوة انتع الشوكولة كنحاول انني نحتفظ به حتى نسالي عدل لوحو المهم اخواتي اهتموا دايما بلافينيسيون باش نجيكم شي حاجة ناضية المهم هادي هي الحلوة نتعنا الفران دخلنا هالو اكيد اي طيب فران سخون والنار متوسطة من اللي الطيب طياب عادي غادي تحاولو تهبطوها لتحتو تقتلو ليها النار باش ما تشووتش معاكم تاخد ليكم واحد اللوين حمر وزوين وزاهي كانت هادي هي الحلوة نتعنا وهادي اللي بشوكولة السوداء فقط حتى هي كتجي راقية لكن بشوكولة البيضاء والسوداء جات تخيشيك جات شي حاجة همية سلام